عندما تكون واقفا أمام صف مرور منتظرا الإنعطاف في اليمين إلى طريق جانبي لماذا من الضروري أن تتحقق من مرآتك التي على جهة اليمين قبل أن تنعظفها تماما؟ تتحقق من السيارات المتجاوزة ماذا على السائق أن يفعل عند معبر المشات؟ عندما تضيء الإشارة السفراء إفساح الطريق للمشات عند المعبر عندما تتوقف عند معبر المشات وتصبح الإشارة الخضراء بينما يقوم شخص من دويد احتياجات الخاصة بقطع الطريق ببطء من أمامك ماذا عليك أن تفعل؟ wait for them to finish crossing انتظر إلى أن ينتهي من عبور الطريق عندما تقود مرآ بصف من السيارات المتوقفة ولا حتى ارتداد قراء إلى الطريق من الأمام ماذا عليك أن تفعل؟ slow down and be prepared to stop for children خفف السرعة وكن جاهزا للتوقف للأطفال you want to turn right from a main road into a side road what should you do just before turning عندما تريد الإنعطاف لليمي من طريق رئيسي إلى طريق جانبي ماذا عليك أن تفعل قبل البدء بالإنعطاف؟ check for traffic overtaken on your right لحقق من اجتياز حركة المرور التي على يمينك you are driving in slow moving queue of traffic just before changing lane what should you do؟ عندما تقود ضمن طابور مرور بطيء الحركة ماذا عليك أن تفعل قبل أن تغير المسار تماما؟ look for motorcyclist filtering through traffic ابحث عن دراجات نارية تتسلل ضمن حركة المرور you are driving in town there is a bus at the bus stop on their side of the road why should you be careful؟ عندما تقود في البلدة وهناك موقف للباس على جانب الطريق لماذا يجب عليك أن تكون حذرا؟ pedestrians may come behind the bus قد يأتي المشات من خلف الباس how should you overtake horse riders؟ كيف عليك اجتياز راكبي الحصان؟ drive slowly and leave plenty of room قد بسرعة منخفضة والطرق الحيض الكافي لهم why should you allow extra room when overtaking a motorcyclist in a windy day؟ لماذا عليك ترك مساحة إضافية عند اجتياز الراجات نارية في يوم عاصف؟ the rider might be blown across in front of you لأنه قد تعطف به الريح لأمامك you are driving past parked cars you notice a bicycle will sticking up between them what should you do؟ what should you do؟ عندما تقود مرا بسيارات متوقفة ولا حتى دولاب في السكليت عالق بينهما ماذا عليك أن تفعل؟ slow down and be prepared to stop for a cyclist خفف السرعة وكن جاهزا للتوقف في سائق الدراجة where should you take particular care to look for motorcyclists and cyclists؟ أين عليك أن تتخذ الحذر عند البحث عن دراجات نارية والحوائية؟ adjunction عند التقاطعات you are dazzled at night by vehicle behind you what should you do؟ عندما تصبحك تصبح رؤيتك معمية في الليل إن السيارة التي خلفك ماذا عليك أن تفعل؟ set your mirror to the anti-daisel position قم بتبطء مرآتك في الاتجاه المعاكس لتؤلق الضوء you are driving toward a zebra crossing a person is wheelchair is waiting to cross what should you do؟ عندما تقود باتجاه معبر الزيبرا وهناك شخص ينتظر للعبور ماذا عليك أن تفعل؟ be prepared to stop كن جاهز للتوقف number six other types of vehicles الأنواع الأخرى من المركبات you are waiting to emerge left from minor road a large vehicle is approaching from the right you have time to turn but you should wait why عند انتدارك للولوج إلى اليسار من طريق ثانوي وهناك مركبة كبيرة تقترب من يمينك لديك الوقت للإنعطاء ولكن لم لما عليك الانتدار المركبة the larger vehicle can easily hide the overtaken vehicles لأنه بإمكان المركب الأكبر حجما اخفاء سيارة مجتازة بسهولة you are following a long vehicle as it approaches a crossroad it signals left move out to the right what should you do عندما تتبع مركبة طويلة متجهة نحو مفرق طرق وتشير إلى جهة اليسار بينما تسير إلى اليمين ماذا عليك أن تفعل stay well back and give it room ابقى خلفها عن بعد وافصح لها المكان you are following a long vehicle approaching across the road to the driver signals right but moves close to the left hand curve what should you do عندما تسير خلف مركبة طويلة متجهة نحو مفرق طرق والثائق يشير إلى جهة اليمين بينما يسير مقتربا من الغصيف الذي على جهة اليسار ماذا عليك أن تفعل wait behind the long vehicle انتظر خلف المركبة الطويلة before overtaking a large vehicle you should keep well back why is this لماذا عليك البقاء في مسافة بعيدة للخلف قبل اجتيازك لمركبة كبيرة to get the best view of the road ahead الحصول على رؤية أفضل لطريق الذي أمامك you are traveling behind the bus that pulls up at bus stop what should you do عندما تسير خلف باس ينسحب من الطريق عند الموقف ماذا عليك أن تفعل watch carefully for pedestrians watch carefully for pedestrians انظر بحضر إلى المشات you are following glory on a wet road what should you do once pray makes it difficult to see the road ahead عندما تسير خلف شاحنة على طريق رض ماذا يجب أن تفعل عندما يصعب الرداد من رؤية الطريق أمامك drop back until you can see better تراجع للخلف إلى أن يكون بإمكانك الرؤية بشكل أفضل you keep well back while waiting to overtake a large vehicle what should you do if a car moves into the gap عندما تبقى على مسافة بعيدة في انتدارك باجتياز مركبة كبيرة ماذا يجب عليك أن تفعل إذا صارت السيارة ما إذا ذلك الحيث drop back further تراجع أكثر للخلف what should you do when you are approaching a bus that's signaling to move away from a bus stop ماذا يجب أن تفعل عند اقترابك من باس يشير للسير بعيدا من موقف الباس allow it to pull away if it is safe to do so اسمح له بالانسحاب بعيدا طالما أن القيام بذلك آمن how should you overtake a long slow moving vehicle on a busy road كيف عليك تجاوز مركبة طويلة وبطيئة الحركة على طريق مزدحم keep well back until you can see that it's clear ابقى على مسافة جيدة في الخلف إلى أن تتمكن من الرؤية بوضوح which of these is least likely to be affected by side winds أي هذه الأشياء هي أقل عرضة للتأثر بالرياح الجانبية cars السيارات you are following a large vehicle approaching a cross road the driver signals to the left what should you do عندما تسير خلف مركبة كبيرة تتجه نحو مفرق الطرق والسائر يشير إلى اليسار ماذا يجب أن تفعل don't overtake until the vehicle begins to turn لا تقوم بالاجتياز إلى أن تبدأ المركبة بالانعطاف what's the maximum speed of powered wheelchairs or scooters used by disabled people ما هي أقصى سرعة للكرسي المتحرك بالطاقة أو دراجة السكوتر التي يستخدمها ذوي الإحتياجات الخاصة؟ 8 miles per hour 8 ميل في الساعة why is it more difficult to overtake a large vehicle than a car؟ لماذا يكون اجتياز مركبة كبيرة أصعب بكثير من اجتياز سيارة؟ it will take longer to password لأنها تأخذ وقتا أطول للإجتياز it's very windy you are behind a motorcyclist who was overtaking a high sided vehicle what should you do what should you do عندما تأصف بشدة وأنت تسير خلف دراجة نارية التي كانت تجتياز مركبة حالية الجوانب ماذا عليك أن تفعل؟ keep well back ابقى على مسافة جيدة للخلف you are driving in town ahead of you is a bus stop which of the following should you do عندما تسير في بلد وأمامك موقف باس أي من الأشياء التالية عليك القيام بها؟ watch carefully for the sudden appearance of pedestrians راقب الظهور المفاجئ للمشات بحذر as a driver why should you be more careful where trams operate؟ كسائق لماذا عليك الحذر الأماكن التي تعمل بها شاحنات الترام؟ because they can't stay to avoid you لأنهم لا يستطيعون البقاء لتجنبك you are towing a caravan which is the safest tip of rear view mirror to use عندما تقوم بسحب عربة ما نوع المرآة الخلفية الأكثر أمانة للاستخدام؟ extended arm side mirror المرآة الجانبية الطويلة you are driving in heavy traffic on a wet road spray makes it difficult to be seen what light should you use؟ عند القيادة ضمن مرور مزدحم على طريق رطب والرداد يجعل من الطريق صعبا للرؤية ما الضوء الذي لأجب عليك استخدامه؟ deeped headlights أضواء أمامية خافتة it's a very windy day and you are about to overtake a cyclist what should you do؟ عندما تسير في يوم عاصرة وعلى وشكي اجتياز دراجة هوائية ماذا يجب عليك أن تفعل؟ allow extra room افسح المزيد من المكان number seven vehicle handling نقل المركبات when may you overtake another vehicle on the left؟ أين بإمكانك اجتياز سيارة أخرى على جهة اليسار؟ when you are in one-way street عندما تسير في شارع أحادي الطريق you are traveling in a very heavy rain hoe how is this likely to affect your overall distance؟ عندما تسافر في جو الماطر كيف يؤثر ذلك على المسافة الكلية؟ it will be doubled سوف تتضاعف what should you do when you are overtaken at night؟ ماذا يجب أن تفعل عند اجتيازك ليلا؟ كن حدرا من الالتواءات في الطريق أمامك when make you wait in the box junction؟ متى عليك الانتظار في التقاطع مربع؟ when oncoming traffic prevents you turning rights عندما تمنعك حركة المرور القادمة من الإنعطاف يميناً what do traffic calming measures do؟ ما الذي تقوم به تدابير تهديئة حركة المرور؟ slow traffic down تخفف من حركة المرور you are on motor on the motorway in fog the left hand edge of the motorway can be identified by reflective stutes what color are they؟ عندما تسير على طريق سريع في ضباب تكون حافة جهة اليسار للطريق محددة بأزرار انعكاسية ما هو لونها؟ red أحمر what a rumble device designed to do؟ لأي شيء صمم جهاز الطنين؟ alert you to hazard تنبهك بالخطر what should you do when making a journey in foggy conditions؟ ماذا يجب عليك أن تفعل عند القيام برحلة ضمن ظروف تقصد طابية؟ leave plenty of time for your journey خصص الوقت الكافي لرحلتك what must you do when overtaking a car at night؟ ماذا يجب أن تفعل عند اجتيازك لسيارة في الليل؟ make sure you don't diesel other road users تأكد من أنك لا تشويش الرؤية على مستخدمي طريق الآخرين you are traveling on a road that has speed humps what should you do when the driver in front is traveling move slowly than you عندما تسير على طريق عليه مطبات للسرعة ماذا يجب عليك أن تفعل عندما يسير السائق الذي أمامك ببطء أكثر منك؟ slow down and stay behind خفف السرعة وابقى خلفه how should you identify a section of road use by teams؟ كيف تتعرف على جزء من الطريق من قبل الفرق؟ there will be different surface texture تكون بنية الطرق مختلفة what should you do when you meet an oncoming vehicle on the single track road؟ ماذا عليك أن تفعل إذا واجهت سيارة قادمة على طريق أحادي المصار؟ stop at the passing place توقف عندما كان للمرور the road is wet why may a motorcyclist steer round the drain covers on the bend؟ عندما يكون الطريق راطباً لماذا قد يقوم سائق الدراجة النارية بالدوران حول أغطية المجاري عند الالتواء؟ to prevent the motorcyclist sliding on the metal drain covers لمنع انزلاق الدراجة حول أغطية المجاري المعدنية why should you always reduce your speed when traveling in fog؟ لماذا يجب عليك دائماً من أن تخفف السرعة عند السفر في الدباب؟ it's more difficult to see what's ahead لأنه من الصعب رؤية ما في الأمام how will your vehicle be affected when you drive up steep hill hill كيف ستؤثر القيادة إلى آلة اللام حضرة على سيارتك؟ the engine will work harder سيعمل المحرك بصعوبة أكبر you are driving on the motorway in windy conditions what should you do as you pass a high-sided vehicle؟ عندما تقوم على طريق سريع ضمن ظروف طقس عاصفية ماذا عليك أن تفعل عند مرورك بمركبة حاليات الجوانب؟ be wary of student ghosts كن حذراً من الرياح مفاجئة what should you do to correct rear wheel slide؟ ماذا يجب أن تفعل عند تصحيح انزلاق العجلات الخلفية؟ start into it حدق بها you are driving in a fog why should you wear back from the vehicle in front؟ عند قيادتك في الدباب لماذا يجب عليك البقاء على مسافة مسافة بعد جيدة في الخلف؟ من المركبة التي أمامك in case it stops suddenly في حال توقفت فجأة what should you do if you park on the road when it's spooky؟ ماذا يجب أن تفعل إذا توقفت على طريق في تقس ضبابي؟ leave side lights switched on اترك المصباح الجانبي يعمل when may front fog lights be used؟ متى قد تستخدم أدواء الضباب الأمامية؟ when visibility seriously reduces عندما تقل الرؤية بشكل خطير you are driving with your front fog lights switched on early fog has now cleared what should you do؟ عندما تقود وأدواءك الأمامية للضباب تعمل ماذا يجب عليك أن تفعل عندما يقل الضباب الآن؟ switch them off as long as visibility remains good اطفئها طالما الرؤية جيدة what will happen if you use rear fog lights good conditions ماذا سيحدث إذا استخدمت أدواء الضباب الخلفية في الضروف شيدة؟ they will diesel other drivers سوف ذلك يعيق رؤية باقي السائقين what could fitting chains to your vehicles have to prevent بمنع ماذا تساعد سلاسل الأمام؟ skiding in deep snow بإنزلاق إلى أعماق التلوج how can you use your vehicle engine to control your speed؟ كيف يمكنك استخدام محرك سيارتك السيطرة على السرعة؟ by changing to a low gear بتغيير الغيار إلى سرعة أقل why could it be dangerous to keep the clutch down or select neutral for long periods of time while you are driving؟ لماذا من الممكن أن يكون خطيراً ابقى القابض للأسفل؟ أو في تحايد لفترات طويلة من الوقت عندما تقود؟ you will have less steering and braking control ستكون سيطرتك أقل على المقود والمكابح you are driving in an icy road what distance from the car in front should you drive؟ عندما تقود على طريق جليدي ما؟ ما المسافة التي يجب أن تقود بها على بعد من السيارة التي أمامك؟ ten times the normal distance بعشر مرات من المسافة المعتادة you are driving on the well-lit motorway on a clear night what must you do؟ عندما تقود على طريق سريع مضاء جيداً في ليلة صافية ماذا يجب عليك أن تفعل؟ use your headlights استخدم أدواءك الأمامية you are on motorway at night with other vehicles just ahead of you what lights should you have on؟ عندما تسير على طريق سريع في الليل وأمامك مباشرة تسير سيارات أخرى ما الأدواء التي يجب أن تشغلها؟ deep headlights أدواء أمامية خافتة ما الذي يؤثر على مسافة توقف سيارتك؟ what will affect your vehicle's stopping distance؟ ما الذي يؤثر على مسافة توقف سيارتك؟ the conditions of tires وضع الإطارات you are driving on the motorway at night when may you switch off your headlights عندما تقود على طريق سريع متى يجب عليك إدفاع أدواء سيارتك الأمامية؟ when your vehicle has broken down on the hard shoulder عندما تتعطل سيارتك في حالة طوارئ when will you feel the effects of engine breaking؟ عندما متى يتشعر بأثار تحطم المحرك when you change to lower gear عندما تقوم بتبديل الغيار إلى أقل سرعة day time visibility is poor but not seriously reduce it which light should you switch on عندما تكون رؤية النهار ضعيفة لكن ليست قليلة بشكل خطير ما الأدواء التي يجب أن تشغلها؟ deep headlights الأدواء الأمامية الخافتة why are vehicles fitted with near fog lights لماذا تجاهز السيارات بأدواء الضباب الخلفية؟ to make them more visible in thick fog تجعل منها أكثر مرئية ضمن الضباب الكتيف what should you do when there is been a heavy fall of snow ماذا يجب أن تفعل في حال تساقط قوي للتلوج؟ don't drive unless it is essential لا تقوم بالقيادة إلا إذا كانت الضرورة ملحة you have to make a journey in fog what should you do before you set off عندما يتوجب عليك القيام بسفر في الضباب ماذا يجب عليك أن تفعل قبل أن تنطلق؟ make sure that the windows are clean تأكد من أن النوافذ نظيفة you have just driven out of fog what must you do now that the visibility is improved عندما تكون قد انتهيت من القيادة في الضباب وأصبحت الرؤية أفضل ماذا يجب عليك أن تفعل؟ ماذا يجب عليك أن تفعل في الضباب switch off your fog lights اتفعل أدوى الضبابة سياراتيكا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر